وتوقعاتك للماتش اللي جاي طبعاً الأهلي والزمالك من قديم الأزل ده ماتش عمرك ما تقدر تحسب له أي حسابات وصعب حتى التكاهنات فيه لكن في ضوء رؤيتك ليه وضع النادي الأهلي حالياً وكمان حالة الاستقرار اللي استجدت مؤخراً في نادي الزمالك حينتج عنده اللقاء عمل إزاي في رأيك؟ والله أنا شايف إن شاء الله أنه هو ماتش متكافئ لكن أتوقع إن شاء الله النادي الأهلي يعني الفئة متزنة بشكلك قط اللبس مقفول عليها بشكل كبير جداً المدارب مسيطر على الموضوع بشكل كبير الصفقات اللي جبناها عاملة شغلة كويس جداً ويسام جايب الماتش اللي فات جنين يعني الفئة بدأت تفوق مصطفى شبير يعني بينها كل الناس طبعاً نعمتأكدين أنه كان يبقى إن شاء الله كويس لكن بدأ يحط رجله بشكل كبير جداً عنده ميزات كتيرة جداً عن معظم جوان الدور المنتاز إن مصطفى بيعاف يلعب برجلي كويس جداً ودي ما تلاقيهاش القلاية القوي في اللجوان بتاعت الدور الممتاز يعني عندهم مشاكل كتير في إنهم يبدأوا الهجمة برجليهم يبدأوا يعمل يتحرك يستلم يسلم كلام ده يعني مصطفى تحس النجون أوروبي يعني بدأ يبقى عنده السرقة بدأت إشارة كبيرة على فكرة أه طبعاً دي كانت مشكلة في معظم الحراس إنهم ما عافوش يلعبوا برجليهم كويس وأنا كنت دايماً بقول مهمة جداً حتى الإحماء بتاع الحراس المهمة يكون في شغل برجليهم لأن معظم أنا اشتغلت مع مداربين أجانب كتير معظم المداربين الأجانب أو معظم المداربين إن هم الكلس 1 أو 2 بيحبوا يبدأوا من تحت بشكل كويس جداً فبيحتاج إن الحرس دايماً يشتغل معه برجليه كويس فأنا لما أرجع يشتغل مع الفرقة بشكل كويس من تحت دي مهمة جداً مش كتير بيعافوا يعملوها لكن شوبير بيعافوا يلعبها بشكل كويس جداً بيعافوا يشتغل مع الفرقة بشكل كويس التحركات تحت الفرقة ممتازة بدأ ياخد ثقة بدأ يبقى عنده اتزان نفسي كويس جداً المواطش اللي جاي هو مواطش صعب شوية بالنسبة له هيتحط تحت إضبط أهلي وزمالك طبعاً فطبعاً إن شاء الله نتمنى أن يتفقوا ولائب كتير أهلي وزمالك في الناشئين والشباب فأعتقد طبعاً هو مختلف أنه بيلعب على نهاء كاس وفي دولة شقيقة السعودية واللي ساد مقفول من بدري يعني محجوز كله فأعتقد إن شاء الله أن هي مباراة عتكون بداية قوية جداً وتكمل مع مصطفى الأداء اللي هو عمله بشكل كبير جداً طبعاً إحنا عندنا مشكلة بسيطة في السيرد باك لكن مرامي بقى له مواطشين بيلعب ماشي كويس مكان ياسر وبهيم أعتقد التشكيل المتوقع أنه ممكن يبقى شوبير محمد هاني، محمد عبد المنعم، يوم ربيعة، علي معلول، مهوان عطية، إمام عشور ممكن أحمد نبيل كوكا وجهة نظر إنه هو ممكن يخش وحسين طبعاً وبرسي تاو ووسام أبو علي لو أوكي يجليه كويسة يبدأ يعني إما يبقى فيه مفاجأة من مستاكولة إنه هو يبدأ بكهابة وجهة نظر إنه هو ممكن يعمل مفاجأة إنه يبدأ بكهابة لأنه كهابة برضك واخد على الأجواء دي كويس قوي عنده الحتة دي بشكل كبير جداً وهو رغضه معاه، اللي أنا عارف إنه هم مسافين يوم الأربع هو احتمال كبير أو يكون موجود فأعتقد إنه كهابة بنسبة كبيرة ممكن يبدأ بيه وتكون دي مفاجأة للماتش القيمة لأنه كهابة نفسياً دلوقتي الأمور كويسة الحمد لله مشكلته انتهت عاوز طبعاً فيه اتنين مهاجمين وكلهم بدأوا يجيبوا أجوان وهو دلوقتي برضك المهاجم رقم اتنين أو رقم تلاتة في النادي الأهلي فبالتالي هو عاوز يحط يجله في الملعب لو سين فيه مشكلة فجلي أو حاجة ممكن أعتقد بنسبة كبيرة جداً أنه كهابة ممكن يبدأ اللقاء ده ده من وجهة نظر وده على فكرة متوقعة بشكل أو بنسبة كبيرة أنا بس عايزة أنا وكريم نأكد برضو إن شاء الله يوم الأربع مع سفر الفريق إحنا هنكون على قرية النادي الأهلي إن شاء الله بداية مع عشر الصبح في الأهلي تغطية لحظة بلحظة كل ما يدور والكواليس وغير وغير تبقى فيه تغطية كاملة وأعتقد حضراتكم هتحبوها جداً بإذن الله يوم الأربع وطبعاً والأيام كمان اللي هتصبق المباراة بداية من عشر صبح في الأهلي طيب